سهلا بكم في هذا اللقاء الخاص فنلتقي مع العقيد حسين الحمادي قائد حركة التحرير والبناء للحديث عن آخر التطورات التي شهدتها مدينة جنديرس خلال الأيام السابقة من خلال متابعتكم للقضية وكونكم الطرف الذي ألقى القبض على المتهم ما هي نتائج التحقيقات التي وصلتم إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية حياكم الله أستاذ هادي قبل الخوض في ملابسات الجريمة وجب علينا التقدم بواجب العزاء لشعبنا في المناطق المحررة بشكل عام ولذوي الضحايا في جنديرس على وجه الخصوص لا شك الجريمة استهدفتنا ومستنا جميعا يعني نحن الذين خرجنا على ظلم النظام كيف نرضى أن نكون من الظالمين فالجريمة هذه ليست من ديننا أو أخلاقنا أو موروثنا لا يقبل بها أي إنسان قولا واحدا أي إنسان ثوري عوضا أن يكون ثائر لأجل الكرامة والحرية التي تضمن لنا وطنا يسعنا على اختلاف طوائفنا ومعدقداتنا طبعا عودة على سؤالك أخي هادي يعني مجريات الجريمة بدأت بين أشخاص مدنيين من المنطقة الشرقية والضحايا من بلد الجنديرس على أثرها يعني أثر إيقاد النار بالحي السكني نفسه والذي يضم أيضا مخيمات عشوائية بالمكان تطور هذا الشجار إلى ضرب بالأيدي وضرب بالحجارة ومن ثم قام أحد الجنات بإحضار سلاح حربي برفقة شخص آخر ومن ثم قام بإطلاق النار على المتواجدين بشكل عشوائي ولا ذوب الفرار جميعا طبعا نحن على الفور استنفرنا كل قواتنا وقطعاتنا بما فيها أيضا الشرطة العسكرية الموجودة بالمكان وتواجدنا بمكان الحادث أثناء شخصنا ألقينا القبض على شخص كان يشتبه فيه هو أحد عسكرينا كان متواجد أعزل طبعا لكن إلقاء القبض عليه من باب الاحتراز أولا ومن باب أيضا هو يكون والد أحد المطلقين النار وبنفس الوقت بحقه طلب سابق لصالح الشرطة العسكرية بجنديرس تابعنا البحث بالمنطقة تمكنت الدوريات المشتركة لاحقا من إنقاء القبض على ثلاثة أشخاص من ضمنهم اثنان منهم مطلقين النار وشخص برفقتهم كان يحاول تهريبهم إلى خارج منطقة درع الفرات ومن ثم تم بعد إلقاء القبض عليهم تصويرهم وتسليمهم لفرع الشرطة العسكرية لتم التحقيق معهم وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل إن شاء الله أيضا من خلال متابعتكم طلعتم بالتأكيد على صياق هذه الجريمة ما هي الدوافع؟ هل كانت دوافع عنصرية؟ أم يمكن اختصارها بأنها مشكلة بين طرفين فقط؟ أستاذ هادي بالنسبة لدوافع الجريمة هي من اختصاص الجانب التحقيقي المتمثل بالشرطة العسكرية وقاضة التحقيق بالقضاء العسكري من صلب اختصاصهم معرفة هذا الأمر لكن نحن حسب المعطيات المتوفرة لدينا أن هذه الجريمة كانت عبارة عن ملاسنة تطورت إلى شجار وضرب الأيدي والحجارة والقرينة هاي تفيد بأنه عدم وجود السلاح ابتداء ببداية المشكلة بأنه لم يكن هناك شيء مبيت عند الجنات فالدوافع عنفعالية آنية لم تكن بدوافع عنصرية أو تطرف هذا يصب بأنه تكون جريمة هي جنائة الوصف بامتياز طبعا نحن نرفض وندين أي تصرف أيا كان فاعله وأيا كانت مسبباته فهذا السلاح وجود لحماية المدنيين ليس من الصواب أن يوجه على رقابهم طبعا ثقافتنا أيضا هي ثقافة وطنية يسودها العيش المشترك بين طوائف الشعب السوري وعلى العكس تماما أنه نحن خصوصا مع أخواننا الأكراد يجمعنا معهم الدين والتاريخ ولا يمكن للعنصرية أن تكون موجودة بيننا بالعكس تماما نحن تألمنا لهذه الجريمة وكأننا نحن من فقدنا الضحايا لكن هناك من أراد صراحة أن يستغل هذه الجريمة ويضعها في غير سياقها يعني منذ التحرير تحرير المنطقة بغصن الزيتون اللي هي تقريبا استمرت مدة ست سنوات عملنا على تهيئة الظروف في الاحتفالات الدينية والقومية وتأمين الحماية الكاملة والتعاون والمشاركة بهاي المناسبات طبعا نحن نرفض أي مزاودة في العلاقة التي تربطنا تربط أبناء شعبنا من عرب وكرد وتركمان وآشوريين وغيرهم يعني والمحافظة على هذه العلاقة هي جزء من خويتنا الوطنية إن شاء الله طبعا نتعاهد بمتابعة ملف الجريمة مع مؤسسات الجيش الوطني لتقديم كل متورط من الجنات للقضاء حتى ينالوا جزاءه من عادل إن شاء الله تحدثت عن السلاح وانتشار السلاح وبأن المتهمين هم بالأساس ليسوا عناصر ضمن فصيلكم ألا تتحمل الفصائل ويتحمل فصيلكم جزء من حالة هذه الفوضى الموجودة في المنطقة؟ طبعا دون أدنى شك نحن نتحمل مع باقي المؤسسات الثورية من المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والإدارية نتحمل مسؤولية مسؤولية ضبط المنطقة وإحلال الاستقرار ومنع أي ظواهر سلبية تخالف القانون والعرف يعني منها اللي أشرت لها في سؤالك تتعلق بفلتان حمل السلاح طبعا نحن منذ أعوام الجيش الوطني أصدر أوامر دائمية وتعليمات بإخراج المقرات العسكرية من المدن وضبطوا السلاح الشخصي نوعا ما لكن ما زلنا لم نحصل للمستوى المطلوب نسعى لتحقيق هذا المستوى بإذن الله لكن لعلى الأسباب التي تقف على التي تكون مانعة لتحقيق هذا المطلوب هو قرب الجبهات أو قرب خطوط الرباط من مراكز المدن والبلدات ثانيا أن تجارة السلاح الرائجة في المناطق المحررة أيضا وعدم التشدد بالعقوبات تكون من الأسباب هذه للأسف كثير من الإشكاليات التي تحصل وتكون بسيطة ومحدودة تتطور لاستخدام السلاح بسبب هذا الفلتان وتتسبب بإراقة الدماء أعتقد أن ضبط المنطقة هو هدف أساسي لا يمكن تحقيق الاستقرار من دونه ما هو تقييمكم لوضع النازحين من المنطقة الشرقية ونعلم كيف تم هذه الجريمة بسياقات مختلفة طالت أبناء المنطقة الشرقية بشكل عام وطالتكم كفصيل عسكري يسمى باسم الشرقية أيضا طبعا حال النازحين في المنطقة الشرقية كحال النازحين في باقي المحافظات هناك حال التعايش مترابطة بين أبناء المحافظات كلياتها قد يشب هذا الترابط إشكالات فردية وتجاوزات من البعض لكنها لا تؤثر على الصورة العامة التي تجمع أبناء الوطن الوحد هناك إشكالية تختص فيها المنطقة الشرقية تحديدا ستتعلق بتسميت بعض الفصائل بهذا المسمى نعم صحيح على سبيل المثال جيش الشرقية أحرار الشرقية وهذه كانت سابقا حاليا هي أحد مكونات حركة التحرير والبناء ولغية هذه المسميات حركة التحرير والبناء تابعة للفيلق الأول ضمن الجيش الوطني أحيانا تكون هناك إشكالية أو حادثة لمدنيين من أبناء المنطقة الشرقية فمنطقة الشرقية تضم بحكم معرفتك ثلاث محافظات وبسبب هذه التسمية قد يتوهم البعض أن الفصائل هذه اللي تم ذكرها هي اللي تقوم بهذه المشاكل طبعا هناك أيضا بعض المدنيين اللي تحصل معهم إشكالات ينتحلون صفة العسكرة أو صفة هذه الفصائل يعني لا يقول له أنه أنا من دير الزور أو من الحسكة أو الرقة يقول له أنا من أحرار الشرقية أو من جيش الشرقية فهذا يحصل الخلط وينسب هذه الإشكالات لهذا المكون من الجيش الوطني طبعا من غير المنطقي أن يتحمل الفصيل اللي هو عدده لا يزيد عن ستة ألاف مقاتل ضمن صفوف الجيش الوطني لا يتحمل تبعات وإشكالات قد تحصل من مكون أبناء الشرقية للثلاث محافظات والليزيد عددهم بالمحرر قرابة 200 ألف نازح سيادة العقيد ما هو تعليقك على الانتهاكات أو التجاوزات التي تجري من عناصر من الجيش الوطني بشكل عام ليس فصيلكم فقط طبعا أخي هذه لا شك هناك أخطاء في الجيش الوطني لكنها غير ممنهجة ومجرد السماع بها يتم حلها ومتابعتها من الجهات المختصة لكن هناك تأجني حقيقة على الجيش الوطني وفصائله يعني الجيش الوطني لديه جوانب مشرقة وكبيرة حتى في الشأن الإنساني وأعتقد لكل شاهد دور الجيش الوطني في مأساة الزلزال في جنديرس مؤخرا وفي ريف حلب الشمالي وفي إدلب فلم يتم التمييز بين بيوت العرب والأكراد فكان همنا إنقاذ السوريين بشكل عام شكرا لك سيادة العقيد وشكرا الموصول لكم مشاهدينا على المتابعة